النهاردة حبايبي اعمل مع بعض الفول المقل بتاع تسالي العيد بالطريقة الصحيحة المزبوطة اتمنى لطريقة البسيطة السهلة تنلقي اعجابكم حبايبي والتابعوني كده لهاية الفيديو فضلا ولايسة امرا عشان تستفادوا بكل المعلومات اللي انا هقولها في الفيديو وكل الخطوات عشان الفول ينجح معاك كدهات وانت بتعمليه ويطلع معاك احلى احلى فول زي ما بتجيبيه كدهات من العربيات بتاعت التربس والفول ان شاء الله كده هوت عتابريه وحتى انت لو مبتدأ اول مرة تعملي الفول ده هوت ان شاء الله كده عينجح معاك من اول مرة بس تابعين انت كده هوت واعرفي معايا كل الاسرار وكل الحركات والتكات كده عشان يطلع معاك جميل جدا زي ما انت شايفه تقدر تقدمي بقى ايه كده في طبق لوحده بقى رشد بابريكا او شطة كده يعني وعصي اللمون كمون كده او تقدميه مع تسالي العيد بقى الترمس والفول السوداني والحلبة وكده كل الحاجات دي هتلعب لها في القناة فتعبوني بس انتوا كده وان شاء الله كده عتستفادوا بكل حاجة انا بقدمها لكم ان شاء الله بإذن الله يلا بينا نتابع ونشوف الخطوات مع بعد حبايبيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اخوتي وحبايبي في الله في قناتي على اليوتيوب اصرار الطبخ الاحترافي مع الشيف حنان والرأي تعالوا بينا حبايبي نبدأ الفيديو الاول بالصلاة على رسول الله عليها فضل الصلاة والسلام ونبدأ على بركة الله ونشوف عنها من ايه اول حاجة انا معي نص كيلو فول بلدي فانت بتجبيه من السوبر ماركت وتقول له عايزة فول بلدي اللي هو بتاع العيد اه عشان ايه اه هيا بتبب الحبايه بتاحته زي ما شوفتوها كده انا قربتو لكم الكاميرا على في اول مقطع بعد كده بتجبيه وبتنقيه كويس لو فيه زلط ولا فيه فولة بايزة في كده فانت بتنقيه وبعد كده بتخسريه كويس كده مره تحت الحنفية اه زي ما انت شايفها انا جبها علبة ونبدأ للزل فيها الفول ونلقعه لمدة ايه اربع وعشرين ساعة اه زي ما انته ام ايه زي ما انتو شايفين ايه دوات الحد ايه لحد اه 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 عتعرفي الفترة الناقعة متاعة الفول خلصت ازاي ممكن قبل الاربع وعشرية ساعة لما تلاقي حباية الفول بعد مكانة زغيرة كبرت معيكي وكده يعني الحجم اللي انتو عشوفوها بقى ايه بعد شوية كده تحور رهلكم هي نفس الشكل اللي انتو شايفينه ايه دلوقتي بتلاقي حباية الفول كامرت بنفس الشكل كده هوت بنبدأ نجيب بقى ايه مصفة ونبدأ اللي انا اخد الفول ده هوت وافرده ايه على مصفة ازاي ما انتو شايفينه يكون بقى ايه تحت المصفة ديت ايه صنية بعد كده حنجيب بقى ايه شوية باية في علبة ونجيب فوتة وفوتة تكون نضيفة يعني وبعد كده هنبدأ نبلها بالميا نضيفة جايبها ميا نضيفة من الحرفية بعد كده هنبدأ نبل الفوتة ونعصرها وبعد كده هنبدأ بقى ايه نحطها زي ما انتو شايفينه نعم بغطيها بغطي الفول بقى كده وكل يوم يعني لمدة 3 يام كده هوت كل يوم بتاخدي ميا كده هوت بتجيب حبة مياه في كوباية وتراشراش كده على الفوتة فيبدأ اللي الفولي ينبت معاك يهه وتلاقيي كدهوات اللي هو في نبت كدهوات أيضا كمان يعني كل كل يوم كدهواتена يعني بتديهوا شوية بعيات على الفوتة طبعا انا بوري لكم شكل المراحل يعني كل يوم كنت بصور لكم ايه مقطع يعني الصبح كنت بارش شوية باية على الفوتا وبالليل الصبح وبالليل كده يعني مرتين في اليوم لمدة 3 ايام فلحد ايه ما حبيت الفول كده ايه بدأت اللي هي تنبت بنفس الشكل اللي انتم ايه شايفينه كده ايه حبيبي طبعا عندما بتوصل بقى ايه بصوا بصوا شكل الفولة بقيت عاملة ازاي ايه ايه ازاي بتو شايفينه بصوا اهيت طبعا انا ايه بصور لكم كل المراحل كل يوم كنت عاملة بصور لكم مقطع عشان تشوفوا ايه شكل الفوق لا وهو اعمال ايه بينبت فطبعا ايه طبعا انا ورت لكم شكله دي واتي لسه برضو شوية فهغطيته بالفوتا تاني وبدله شوية باية حاسيبه ايه حاسيبه ايه نقطب ايه بصوا بقى بصوا شكله طبعا انا بصور لكم كل المراحل كل يوم كنت يعني ازاي بقلتكم كنت بصور لكم عشان تشوفوا المراحل الفول هو عمال بينبت بصوا بقى شكله بقى يعني بقى جميل زاقية بقى تحفى بصراحة اه على فكرة الفولة لما بتنبت بنفس الشكل كده هو انت بتجي تحمصي آآ والاتبعة اللي هي النبتة بقى بتاعت الفول بتبقى Impossible شوية فدا يبقى حلو لان انت لما بتجي تحمصي ايه يعني لو تكسر معاك حاجة كده وانت بتحبصي في الفول طبعا لما بتكون النبتة صغيرة فبتلاقيه اللي هو مش بايل فبتكسر معاك التنبيت بيروح مع التحميص دهما لما بتبقى طويلة كده هوت بتحتفظ بشكلها حتى بعد الفول بيتحمص زي ما انت شايفة ايه كده ايه حبيبتي ايه اه دهوقتي انا صفيته بقى ايه اه خدته كده هوت طبعا بعد ما بيدبت واخر خطوة باخد المصفى باخد الفول تحت الحلفية الاول وبعد كده بسيبه لحد بيصفر المياه بتاحته تماما وبعد كده بحطه بقى ايه اه في المصفى وابدأ اللي انا ايه احمصه اه زي ما انتم شايفين بقلب فيه كده بحطه بوكت تحطيه في صنية او في صاج وادخليه تحت الشواية بتاعت البوتاجاز وكل شوية تطلعيه وتقلبيه او تحطيه في صنية اه وتحبصيه على عين البوتاجاز ايه بفوق وما تقلقيش بالحاجات اللي هو بتحبصي في صنية الامونيوم زي كده فما تقلقيش اللي هي طبعا انت حبصي الفول على اصغر عين على البوتاجاز اه ليه ما تباش النار عالية جامد عشان النار لو عالية جامد حتبصي تلاقي الصنية حتسود معاكي اه جامد فخليه على العين الزغيرة علشان الايه الصنية بتتحرقش بالك يعني ايه فردوس يعني حتى لو خدت لون اسود فهي برضو تنضفها بسيط جدا مجرد ايتي بتحطي فيها شوية مياه وتحطيه على البوتاجاز اه تغلي فبتنضف في صنية اه نوض بقى ايه حبيبتي انا كده حمصت الفول كده وبقى تماء ما اه بنغلي بقى ايه بنغلي مياه اه ليه لان احنا حمصنا الفول وبعد الفول ما كان اه شرب مياه وكده فاحنا لما حمصناه اتخلص من المياه وبقى ناشف اه فبنبدأ اللي انا بجيب بقى ايه مياه كده هوت وبحط مياه مغلية كل كوبية مياه بحط لها ايه معلات ملح ممسوحة مش معلقة مليانة يعني وبعد كده بنحط بقى ايه بنحط لها معلقة صغيرة من البابريكا معلقة صغيرة من من اله من الكمو نعم وبعد كده هوت اه وطبعا المياه بيكون فيها الملح اقلتلكم كل كوباية مياه بنحط ايه معلقة ملح اه ممسوحة مش معلقة مليانة ليه عشان مايطلعش معاكي حادق بعد كده هوت هي منبدأ بقى عينيه طبيت الفول كده ضبع في المياه الليه عشان الليه تهشان تهترى واااااا فاحنا بنسيبه صغيرة بعد ما بنحط بي 뭔가 نسيبه بس اه شوية لحد الفولا ما تهشرب كده من المية شوية وبعد كده بنلاقي الحبات الفول راجعه التاني اللي هي تنفش ايه وتاخد حجبها اللي ساعة ما كنا حطينها في البداية خالص اللي احنا الحمصة ترجع بقى تاخد حجب بتاعها زي ما انتم شايفين. هنا انا زودت كوباية مية كمية لان هي شربت من المية اللي كانت الفولة لما بتشرب من المية فالمية بتقل فبنحط ايه بنحط مية تاني. بصوا بقى الوقت بنلاحظ بقى ايه هنا هوت انا عملها بورركم بنلاحظ الفولة محتفظة اللي هي النبتة بتاعتها وكمان اللي الفولة بترجع اللي هي بقى ايه تنفش وتكبر يعني وتاخد الحجب بتاعها لان احنا لما حمصناها قلتوكم اللي هي حجمها بتنشف من المية فبتقل فبنرجع نحطها في المية المغلية مع البهرات فبترجع اللي هي تنفش تاني وتاخد حجمها بقى حجمها بقى طبيعي اللي هي بتفضل عليه بعد كده بنحط الفول بالمية من تحته فالبرتمان بس ما يعني يكون الفول كده المية بريدت إيه شوية زي ما انتم شايفين بس انا ناطي يعني هو كليسه يعني مبريدتش خالص بس عشان ايه طبعا عشان ايه طبعا ايه أوريركم بس بعد كده بنضيه بقى ايه يعني نجيب بقى عصير لمون كده وننصر كده عصير لمونة كده ايه في البرط معنا زي ما انتم شايفين الخطوات سهلة وبسيطة جدا اعملي بس نفس الخطوات اللي انا بقولك عليها دي وان شاء الله كده الفول حينجح معاكي وحيطلع جميل جدا وانت كمالا ما تيجي تاكلي منه حتدعيلي ان شاء الله كده حيعجبك وتدعيلي حبيت الفول كده بتبقى طبعا ميا المغلية دي فبتبقى حلوة برضو لان هي بتطر الفولة معاكي برضو لما بتيجي تاكليها فبتحس اللي الفولة كده يعني مش بتقرش معاكي جامد كده يعني الفول بصراحة بيبقى جامل جدا وزي متاع العربيات الترمس والفول وبيبقى احسن كمال لان انت عطلع تقبيلي بقديكي وتمشي كده بنفس الخطوات اللي انا ايه قلتلك علي انا عشان زودته ميا الفول كان بيشرب الميا المغلية يعني وزودت كوبايتين فحطيت معلقتين ايه من الملح تانية بعد كده ايه حبيبتي لما بتيجي بقى ايه تغذي منه ساعة التقديم فبتغذي منه وبعد كده بتبدأ اللي انت تحطي ساعة التقديم بقى رشة كامون على رشة بابريكا عايزة تحطي شطة بابريكا براحتك انا نقط عشان بقولتلكم اللمونة طبعا انا كنت ناسياها ان انا اضيفها مع الميا والبهارات وهو في الحلة يعني ففتكرتها نقط فقلت بقى انا ايه اجيبها انا قلتلكم على اللمونة من شوية بنجيب بنجيب لمونة كده 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 ونعصرها يعني بتحطي حوالي كده معلقتين من اللمون عصير اللمون في البرتماء نعم وبعد كده قد بنقفل بقى ايه بنقفل الغطاء بس طبعا انا حاوركو يعني انا حاقفله بس دوقتي عشان ايه اوركو وبعد كده هقدم لكم برضو هقدم شوية كده في الطبق باعكم وممكن تقدمي بقى تجيبي طبق كده وتقدمي فيه اه كده يعني فانا قد بقى جبت شوية مية في علبة مية بردة وبعد كده حطيت البرتماء فيها لحد ما برد تماما انا اه بعد كده هقد بقى ايه انا حاورركو بس شكل دوادي وبعد كده انا حاحتفظ بالبرتماء دواد فيه اه حاحتفظ به في التلاجة اه فبسيبه في التلاجة وبعد كده ساعة التقديم فبطلع البرتماء واخد ايه منه اه وبقى الدقما تقدري بقى تقدمي في طبق زغير زي كده بسه وترش عليه بقى رشة الكمون ورشة البابريكا او الشطة عايزة تحطي عصير اللمون فبراحتك بس مش مهم يعني ومش مشكلة يعني عصير اللمون لان الميا فيها عصير اللمون يعني الميا اللي انا نععى فيها الفول فهي فيها يعني بس انت عايزة تحطي مثلا فبراحتك اه طبعا انا نوت كنت لسه بقى ايه المفروض اللي انت ببتقدميش من الفول في ساعتها انت بتسيبيه لما يعد عليه يوم بعد ما يتحطي في الميا المملحة المملحة ديت اللي احنا عملناها فانت بتسيبيه لحد بيعد عليه يوم في التلاجة وبعد كده بتطلعي وتقدمي منه اه زي ما انتو شايفين بس انا طبعا انا اللي احطته في الطبق ده هرجع على انا احطه في البرطمان وادخل البرطمان بقى في التلاجة واسيبه انا نوت دخلت بقى ايه البرطمان في التلاجة وكنت بقى عاملة بقى ايه الترمس اللي انا عملته بعاكم والحلبة اللي انا عملتها برضو في فيديو برضو معاكم فنجيب بقى صنية التقديم ونبدأ بقى ايه نقدم بقى ايه تقدمي بقى تسالي العيد بقى اللي انت عاملها بقى كل سنة وانتوا طيبين اه نطبقى بقى بقدم الفول لا وبقدم الترمس الترمس اللي هو الحلو السريع ع ساعات تحديق راه وكنت عامل برضو فيديو برضو للترمس المرة برضو ده طريقته موجودة في القناة وده طريقته موجودة في القناة الفول وعملته معاكم النهاردة الحلبة برضو لها فيديو برضو حتلاقوها برضو اه لوحديها وفيه فيديو متجمع فيه التلات حاجات دول مع بعض يعني لو عايزة تجيب الفيديو اللي انا عاملة فيه التلات حاجات دولة فعتلاي الفول السوداني بقى اللي هو بيكون متحمص بقشه فده برضو ليه طريقته موجودة في القناة حتلاقوها ان شاء الله وده بقى ايه بتقدمي بقى كده تسالي العيد كده في صارية التقديم كده لوحديها بتوبها شاملة كل حاجة زي ما انتم شايفين اللي في النص اللي ديت يعني فديت بقى ايه اللي عايز يحط فيها اشرة كده كده يعني زي ما انتم شايفين ايه حبيبي طريقة سهلة وبسيطة جدا واحلى تسالي تسالي العيد عتعبريها في بيتك من غير ما تشريها منبرة وحتطلع معاك جميلة جدا طبعا كل حاجة عبلها معاكم ايلالكم كل الاسرار والتكات عشان كل حاجة تنجح معاكم من اول مرة حتى انت لو مبتدأ فالحاجات دي هتعتم بيها ان شاء الله كده تنجح معاكي سوى بقى بالنسبة للحبة المنبتة او الفول السوداني اللي هو متحمص بقشه او الترميس سوى الحلو او المرة هتلاو في القناة او الفول المقلي اللي هو بتاع العيد اللي انا عملته بقى ايه معاكم طريقته ونزلتها لكم النهاردة اه وكل سنة وانتو طيبين حبيبي وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب واشاركوني برأيكم في التعليقات وما تنسوش كده حبيبي تصلى على رسول الله كده في تعليق عشان يبقى صدق اجارية لي وليكم ان شاء الله وربنا يتقبل منا يا رب اه وان شاء الله كده تكون الوصفة النهاردة تكون نالت اعجابكو ما ولو عايزين اي حاجة وليلي عليها وان شاء الله اعملها لكم سلام عليكم